بات الوضع الإنساني في ليبيا يثير قلق المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمتها الأمم المتحدة والصحة العالمية نتيجة تأثره المباشر بالانقسام السياسي فضلا عن انعكاس استمرار المعارك في بعض المدن عليه منظمة الصحة العالمية وصفت الوضع الصحي في البلاد بالمتردد ودعم ممثلها في ليبيا سيد جحفر المجتمع الدولي إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية مشيرا إلى أن قطع الصحي في ليبيا يحتاج مساعدات بقيمة 50 مليون دولار جحفر أضاف في مؤتمر صحفي جماعه بوزير الصحة بحكومة الأزمة إن العالم يهتم بمناطق الصراع في العراق وسوريا لكنه ينسى ليبيا موضحا أن هناك أزمة صحية تجب معالجتها توصيف أكده وزير الصحة بحكومة الأزمة رضا العوكلي الذي أشار إلى أن الوضع الصحي في ليبيا مأسوي حسب وصفه موضحا أن حكومته عاجزة عن شراء الأدوية الخاصة بمرضى السكري والفشل الكليوي مطالبا المجتمع الدولي من إفراج عن أموال بلاده المجمدة في الخارج لتوفير الدوائين للليبيين كما أشار العوكلي إلى أن ميزانية القطاع الصحة لم تتجاوى 70 مليون دولار لمدة عام ونصف وأن هذه الميزانية لا تكفي لشراء الأدوية التي تحتاجها ليبيا لثلاثة أيام قطاع الصحة واحد من القطاعات التي تأثرت نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلاد حيث كشف أمين عام الأمم المتحدة بانكيمون عن وجود تقارير وصفها بالمغلقة في ليبيا ترصد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مشيرا إلى أنها قد ترقى إلى جرائم حرب بانكيمون شدد أيضا على ضرورة العمل لتشكيل حكومة وفاق وطني معتبرا أن أي تأخير في التوصل إلى حل سيوفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا بالبلاد حسب وصفه